تقول أنا أذكر بين السجدتين اللهم اهدني وارحمني واغفر لي قبل التسليم أيضا أذكر دعاء اللهم أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لي وارزقني هل هذا جائز أختي نسرين بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك أختي الفاضلة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس بين السجدتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي وأيضا ورد عنه بإسناد لا بأس به أنه كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واهدني وعافني هذا كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين كذلك قبل السلام ثبت مجموعة من الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وليتخير من الدعاء ما شاء يتخير من الدعاء ما شاء فتأتي بالأدعية المناسبة قبل السلام التي ليس فيها شيء من المحذورات